كتلة البناء التي قامت على أساس مصالح معينة إلى أي مدى يعني هذه المصالح ربما ستكون عامل تشضي في المرحلة المقبلة لهذه الكتلة خاصة بعد اللوحة السيد عادل عبد المهدي بـ 13 ألف ملف فساد يعني سيمضي بفتحها أم عف الله عما سلف وسيمضي بإجراءات لتقنين أو تحجيم الفاسدين سيد عادل عبد المهدي ما بين ربما موثرين أساسيين أو ما بين إذا نسميه بهذه التسمية ما بين مطرقة الكتلة السياسية وسندان القواعد الشعبية التي يعني يفترض أنها تتابع وتراقب عملية تنفيذ البرنامج الحكومي بالنتيجة ربما السيد عادل عبد المهدي أمام اختيارات أحلاها مر بالنسبة إليه لذلك لاحظنا أنه في عملية اختيار الكابينة الوزارية على الرغم من الدعم الذي قدم له من قبل كتلة سائرون من قبل الحكمة والنصر وأيضا الفتح الذين فوضوا بعملية اختيار الوزارات إلا أنه لم يستطع الخروج من الضغوطات الحزبوية والضغوطات الكتلوية وبالتالي كانت النتيجة أنه لم يستطع أن يكمل أسماء تشكيلة الحكومة وبقيتنا لكأسماء لحد هذه اللحظة هي إشكالية وغير قادرة لعملية تمريرها من قبل البرلمان بالنتيجة وهذا ما اعترف به سيد عادل عبد المهدي ومامس في تصريحه حينما قال بأنه من 7 إلى 8 وزارات تم اختيارها من قبله أما بقية الوزارات فلم تكن اختياراتها ولم يكن ربما متفاعلا كثيرا معها ولكن هو أراد أن يمسك العصى من الوساط وأراد أن يتخلص من الضغوطات العامل الزمني والتوقيتات ضد سوريا للعبور إلى المرحلة القادمة نعم